ستة وخمسون طالبا وطالبة خضعوا لمناقشة رسالة الماجستير الدفعة الأولى لجامع السار تخصص جغرافية وتشمل مناقشة ماجستير في العلوم الجغرافية جغرافية التنمية البيئية والتخطيط والماجستير المهني التنمية المستدامة المجتمعية والمحلية رئيس جامع السار البروفيسور أنقار قوجي أنقار ستا قدم شكره وامتنانه لعضاء هيئة التدريس الذين بزلوا جهودا كبيرة في تخريج مساعدة هذه الكوكب من الطلاب مشيرا إلى أنهم استعانوا بمجموعة من أساتذة الجامعات الأخرى للمناقشة والولاي شهر الأوسط أبد الرحمان أحمد برقو ثمن الجهود الكبيرة التي يقومون بها أساتذة جامع السار من أداء رسالة سامية ترقى بالإنسان إلى التقدم والتطور والازدهار ووصف المعلمين بأنهم الشعلة التي تضيء الطريق إلى المعرفة والتطور والتنمية هذا ويعد قسم الجغرافية إضافة حقيقية يساعد الطلاب الشاديين للدراسة داخل الأراضي الوطنية بدلا من السفر إلى الخارج ترجمة نانسي قنقر